سعدني أن أرحب بالأساد صباح المختار رئيس جمعية الحقوقيين العرب في بريطانيا إذا كانت صحيح التوصيف أساد صباح أهلا بك أساد صباح إذا الآن ربما الحراكة اليومية التي يجري بمظاهرات ومسيرات أصبح بشكل يومي لكن اليوم تبرز مواقف مختلفة أوروبية دولية تقديرك للموقف الأوروبي إذا ما يجري في مصر أولا أعتقد أن هناك لا يزال تردد على الساحة الأوروبية وأمريكا من الإشارة إلى ما جرى في مصر بأنه انقلاب الجميع يعرف أن هذا هو انقلاب عسكري بالمفهوم التقليدي للانقلاب الانقلاب وفق القواعد السياسية والقانونية الحقوقية المعروفة في العالم هي حينما يتم إزالة سلطة منتخبة من قبل فئة أخرى في داخل الدولة في الغالب تكون الجهة العسكرية وهي جهة غير منتخبة هذا هو مفهوم الانقلاب ووفق هذا التعريف لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذا انقلاب الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد تسميت انقلاب أولا لأنها تفطر إذا سمت انقلاب أن توقف المساعدات العسكرية وهي في الوقت الحاضر لا تريد أن توقفها لأسباب مختلفة لكنها في نفس الوقت بعثت اثنين من كبار الرجال الكونغرس الأمريكي الذين صرحا في القاهرة أمام مسائل الإعلام حينما سئل إذا هذا انقلاب أو لا قالوا كلاهما قالوا أن هذا انقلاب وفق المفهوم المعتاد للانقلاب لذلك الموقف من هذه الناحية أمريكا وأوروبا حاولت أن تقنع الحكومة العسكرية في مصر أنه لا يمكن الاستمرار بهذا وعليكم إيجاد الحلول وطرحوا عليهم مختلف أنواع الحلول من جملتها أنه يجب التفاوض مع المجموعة الأخرى بغض النظر عن الأخطاء أو الأشياء التي ارتكبت ولكن العسكر رفضوا ذلك الغرب موقفة بالنسبة إلى هناك وضوح بالرؤية عندهم أولا كل شيء له علاقة بالحركات الإسلامية وما يسمى بالإسلام السياسي سواء كان سميا متطرفا أو غير متطرف هو شيء غير مقبول للغرب الغرب يعادي فكرة موضوع الإسلام ليس لأنهم ضد الإسلام ولكن لأن هناك التقليد المسيحي التقليدي وهو فصل الدين عن الدولة لأنه في الدولة الأوروبية والدولة المسيحية الكنيسة كانت هي الحاكم فحينما فصلوها يعتقدون أن يجب أن يجري نفس الشيء في العالم الإسلامي حتى بالنسبة إلى إسرائيل أن يجب نفس الإشكال فبالنسبة للغرب في إسرائيل لما تأتي عفوا هنا أنا عارف فكرة أخرى لكن في إسرائيل لما يأتي حكومة يمينية وشارك كمان وزير خارجية كان من يحكومة يمينية متطرفة كان يتم التعامل معه وكل ارتياح أوروبي وكان يستقبل في العواصم الأوروبية والأمريكية صحيح لأنه اللوبي الصهيوني اللوبي اليهودي يجب أن ندرك أن جزء من الديانة المسيحية هو الكتاب القديم وهو الكتاب الديانة اليهودية في الديانة المسيحية لا يمكن الطعن باليهودية هذا على المستوى الديني على المستوى السياسي هناك التأثير الصهيوني السياسي في أوروبا وبالتالي لا يمكن المساس بالنسبة للغرب بإسرائيل دعني أعود معك إلى الموضوع الأوروبي هل الآن الأمريكان والأوروبيين مرتبكين لأنه صحيح الذي قلته حاول تصريح السيناتورين ماكينو والآخر لكن لم يصدر موقف رسمي تصريح رسمي حتى أوباما انتقد لكن لم يقر صراحاً وهذا انقلاب عسكري صحيح ولكنهم سيتخذون بصدد اتخاذ خطوات تراكمية صغيرة يعني المجلس الأوروبي اجتمع هذا اليوم لن يصدر قرارات هذا اليوم هناك دراسة لوزراء الخارجية الأوروبيين عن ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد مصر وقالوا أن هذا التصعيد سيكون متدرجاً تبعاً لما يجري في مصر وبالتالي هناك تهديد واضح من جملتها أن هناك القروض المقدمة إلى مصر التعاون مع مصر هناك كثير من الأمور هذه الآن هناك تلويح لمصر أنه ما لم يجري تغيير فسيكون هناك تأثير المشكلة لدينا في الوقت الحاضر أن العسكر أخذتهم إلى حد ما العز بالإثم لكن الأسوأ منه هو موقف الحركات السياسية المصرية التي تسميها حركات المصرية لكن يثار تساؤل دائماً هل ممكن أن يذهب العسكر وهو الجيش الذي تلقى المساعدات الأمريكية أن يقدم على خطوة من هذا القبيل دون ضوء أخضر أمريكي دون حتى إشعار أو إعلام الأمريكاني معقول الصبح صحي الأمريكي لأقول النظام انقلب في مصر أنا أعتقد أنه أولاً يجب التفرقة بين الجيش المصري كجيش والقيادات المصرية القيادات المصرية منذ الثلاثين سنة الماضية لا يمكن لأحد أن يتقدم في القيادات المصرية ما لم يكن قد تمت الموافقة عليه من قبل الإدارة الأمريكية يجب أن يكونوا من نوع معين يكون لديهم فكر معين حتى مثلاً سيسي يعتبر من الإسلاميين ضمن الجيش المصري ولكنه إسلامي بالموقف الذي يناسب الأمريكان بالنسبة إلى الأمريكان أنا أعتقد أنه كان هناك على الأقل إدراك أو تلميح لما قد يجري وأنا أعتقد أنه كان هناك رسائل أرسلت إلى الجيش المصري من قبل الأوروبيين ومن قبل الأمريكان أنه عدم الأقدام على هذه الخطوة ولكنهم في نهاية الأمر أقدموا على هذه الخطوة مما اضطر الإدارة الأمريكية أن تسير معهم هذه سياسة الأمر الواقع أنا لا أزعم أن أمريكا لم تكن تعرف ولا أزعم أن الضباط السيسي وجماعته يستطيعون أن يقفوا ضد أمريكا ولكنهم تحركوا وفق ما يتصورون أن أمريكا مستعدة قبله وهذا فعلاً كان تقيمهم في هذه الناحية صحيح لكن تصورهم أن الأمور ستسير بعد ذلك بالطريقة التي يريدونها هنا أصبح مصدر الخطر وبالتالي أوروبا وأمريكا الآن تعاني من الإشكالية الأخلاقية لا يريدون الأخوان المسلمين ولا يريدون المرسي ولا يريدون الحركات الإسلامية ولكن في نفس الوقت لا يستطيعون السكوت عن هؤلاء الضحايا في مصر يقول الإنقلابيون في تصريحاتهم وحتى الحكومة المؤقتة تقول أن الأمريكان يدعمون الإخوان وهذا يؤكد أن أمريكا هي الرعية الرسمية للإخوان المسلمين وأن السيادة ستقف ضد مثل هذا الدعم الأمريكي في حقيقة الأمر الآن الساحة المصرية مع الأسف أصبحت تعيش في عالم غير حقيقية يعني حينما تقوم المؤسسة العسكرية المصرية التي هي مؤسسة أمريكية تحمي إسرائيل تحمي الحدود تغلق الحدود عن غزة إلى آخره من كل الأشياء تتمول من هناك ثم أساس المصريين بما فيهم مثلا البرادعي رجل أمريكي رجل أمريكي ما اليوم والبارحة حينما يقوم هؤلاء باتهام الآخرين بأنهم عملاء لأمريكا أو أن أمريكا تدافع عنهم هناك شيء خطأ يعني هناك شيء خطأ في طريقة عرض الأمور وصل الأمر ببعض السياسين المصريين أو بعض الحركات المصرية الكبيرة أو وسائل الإعلام أن تتحدث عن أن الأخوان المسلمين يرتبطون هما نفسهم القاعدة يعني ليس هناك فرق بين القاعدة والأخوان المسلمين وفي نفس الوقت تشتغل وتدعمهم الموساد والسي آي اي وإيران وقطر بحيث أنه أصبحت الصورة يعني أنا غير قادر على فهم حتى المنطق يعني إذا أريد لشخص نحن العرب لدينا خبرة في موضوع نظريات التآمر كل شيء إذا سلمت على واحد صباح الخير يفكروي نفسه ليش قلي صباح الخير أنا أعرف هذا لكن هذه تجاوزتها حتى نقفز من موقف الأمريكي يعني ما هي المخاوف لدى الأمريكان مما يمكن أن يحدث فيما لو أيدوا هما الذي جرى وأيدوا الانقلاب العسكري ما هو تقديرهم للموقف فيما لو باركوا هذا الانقلاب قالوها بصراحة قالوا أن ذلك يعرض مصر إلى حرب أهلية لأنه الدماء لا تجلب غير الدماء حينما يقتل من المصريين الشعب المصري ألوف أو مئات بغض النظر إذا كانوا حاملين سلاح أو كانوا برابعة أو متآمرين بغض النظر عن هذا الفرد المصري العادي غير مستعد لقبول فكرة الدماء ومن يفقد الدم سيطالب بالدم اليوم حينما يتحدث المصري مع المصري يشتم بعضها يلقى شديمة يستعمل سلاح يلقى السلاح هذا هي طبيعة المجتمعات الإنسانية بهذا الطريق مصر تخشى أمريكا والغرب يخشون من تحول مصر إلى نوع ما لديه استعمل عبارات سوريا وغيرها سوريا أنا أريد أن أذهب إلى سوريا لكن من يستقرأ الموقف الأمريكي يقول الأمريكان لو كان هذا التقدير لأنهم لا يريدون أن تنجر بلد مجاور لإسرائيل أو بلد مهم إلى حرب أهلية لكانوا منعوا هذا في سوريا في سوريا كنا حتى الأيام الأولى نقول لن تسمح الولايات المتحدة أن تذهب الأمور إلى ما ذهبت إليه وهي ذهبت إلى ما ذهبت إليه هل مصر أهم من سوريا بالنسبة لأمريكي؟ أكيد مصر كثير أهم من سوريا سوريا مهمة وحتى بالفكر السياسي العربي أن العرب يدركون أن مصر لمختلف الأسباب جغرافيا وقناة السويس وعدد السكان والثروة والدور التاريخي إلى آخره مصر أهم من هذا وبالتالي عدم استقرار مصر سيؤدي إلى عدم استقرار الآخرين وأكثر من ذلك أن مصر ستخرج من اللعبة إذا ما حصل هذا اليوم الوضع في مصر بالشهر الماضي هذا بعد أن فضوا رابعة العدوية وغيرها بالفترة الماضية لأنه كانت تقيد حركة الاقتصاد وتقيد حركة مصر مصر اليوم وضعها منذ إزالة الاعتصام لحد الآن هو أسوأ من أي فترة مرت فيها سواء كان في زمن حسن مبارك أو بعد حسن مبارك في زمن المرسي أو حتى في زمن الاعتصامات الوضع الآن هو وضع غير جيد إطلاقا مصر لا تلقى دعما من أي جهة باستثناء الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا يدل على طبيعة الصراع الآن الغرب ودول العالم والأمم المتحدة تجد صعوبة في التعامل لأنه كما ذكرت أنه لا يريدون الإسلامين ولكنهم غير قادرين على السكوت عما يجري في مصر لذلك أخذوا على الأقل ما يبدو موقفا أخلاقيا أنهم لن يسمحوا باستمرار هذه المجازر وهذا القتل لما تؤدي إليه لا رح نيجع على الأموال التي تدفقت وخاصة اليوم تصريحات الوزير الخارجي السعودي بأنه لا تخشوا من ضياع مليارين فالمليارات الخارجية ستعوض هذا الدعم الأمريكي لكن قبل هذا أنت جزء من المتقفين اليساريين الذين دائما تتابع الأشهد التطورات العربية أنت بماذا تفسر؟ أنه إذا كان العسكر لهم مصلحة كما أشرت في اتخاذ مثل هذا القرار كيف منظومة الفكر اليساري والفكر الليبرالي في مصر هي تؤيد العسكر وتدعم هذا التوجه وكثير من المفكرين يخالفونك الرأي ولا يروا أن هذا انقلاب بل يروا أن هذا استجابة لإرادة الشعب المصري طبعا أولا أنا لست منتظما في أي حركة سياسية ولكن بدون أدنى شك اتجاهي السياسي الفكري هو اتجاه وطني قومي ناصري إن شئت ولكنه ليس منظما لذلك أنا أستطيع أن أقول رأيي بدون الالتزام بالقيود والضوابط الحزبية أنا أشعر بأقصى درجات اليأس والبأس من رفاقي في النضال إن كان صح التعبير الأشخاص الذين تحدثنا للثلاثين أو الخمسة والأربعين سنة الماضية عن موضوع الديمقراطية والمشاركة في أول تجربة لأنه هذه هي المرة الأولى التي يحصل في العالم العربي ثورات أنا شاهدت انقلابات في كل الدول العربية هذه أول مرة تحصل ثورة بدون قيادة العسكرة وغيرهم وبالتالي في الثورة الأولى التي حصلت حينما وجدنا نحن الليبراليين الناصريين القوميين سميهم ما شئت البعثيين حينما وجدنا أنفسنا أنه ليس لدينا رصيد شعبي لأننا فقدنا كافة مراحل الانتخابات في كافة الدول فقدنا الانتخابات في الكويت ولم تحصل فيها ثورة فقدنا الانتخابات في المغرب فقدنا الانتخابات في مصر في تونس في اليمن في سوريا في كافة الأماكن هذه الحقيقة أزعجت الحركة الوطنية الليبرالية اليسارية الشيوعية سميها ما شئت وبالتالي ثبت أننا غير أهل لممارسة العمل السياسي لأنه أولا اكتشفنا أنه ليس لدينا قاعدة شعبية ثانيا حينما خسرنا الانتخابات لم نمارس العمل الديمقراطي بقبول الرأي الآخر الذي خسرنا له حتى ولو كان سيئا انتظارا لكي يخسر ذلك أنا متأكد أنه لو لم يحصلنا كلاب ولو استمرت الأوضاع في مصر لخسر الأخوان المسلمين الانتخابات القادمة ولكن بعد أن تم قتل هذه التجربة الديمقراطية الآن أصبح حتى الغرب الذي يعادي الحركات الإسلامية أكثر مما يعاديها أي جهة أخرى أصبح يدافع عنها لأنه أصبحت جريمة غير ممكن بس في الطرف الآخر في حسبة أخرى أنه العملية السياسية لا يوجد فيها نوع من الأخلاق يعني السياسة ليست أخلاق نحن الآن أو الآن التيار اليساري أو التيار العلماني أو التيار القومي يسمي ما شئت يقول أنه يتم إقصاء طرف آخر فلماذا لا نملأ نحن الفراغ بعد غياب ما يسمى كابوس الإخوان المسلمين أولا أنا لا أقبل ما قولت أن العمل السياسي هو غير أخلاقي العمل السياسي عمل أخلاقي يجب أن يكون أخلاقي طبعا هناك ممارسات لتحل الإشكال حل الإشكال لا يعني التنازل حل الإشكال لا يعني لكن يجب أن يكون هناك قبول للتنازل حينما ترفض الحركات السياسية التي فشلت في الانتخابات يجب أن تكون مستعدة لقبول أن تبقى فترة خارج الحكم العمل السياسي له قواعد ما على أسف العالم العربي أغلب الحركات السياسية بما فيها الحركات الإسلامية لم تمارس عملا سياسيا نحن نمارس القتل أما نحن مضطهدين من قبل الدولة والشرطة وغازات مسائلة للدموع وحركات سرية أو حينما نستلم السلطة نبدأ بالرد الفعل وحينما تمارس السلطة علينا القوة نرد عليها بالقوة لكن أن يصل الأمر بين الحركات السياسية نفسها التي ساهمت في ثورة مصر ثم تنقلب عليها بحيث تستدعي الجيش فقط لأنها لم تستطع الحصول على الحكم هذا ما يؤلمني على المستوى الشخصي وما مهم أنا لست مهما إذا كان يزعجني أو لا ولكن قلبي على مصر مصر أكبر دولة فيها يفقدون آلاف الناس بهذه الفترة القصيرة لأنه كيف يمكن لدولة أن تقرر الآن أن جزء من الشعب المصري ما مهم 30% 40% أي رقم كيف يمكن أن يقرروا أن هؤلاء إرهابيين كيف تقوم حركات سياسية بالدعوة لها اليوم دكتور مصطفى حجازي الناتق باسم الرئاسة ومستشار الرئيس بالأمس قال هو يساري معروف وأستاذ في الجامعة قال أنه أن الدولة تتعرض لحرب إرهابية الأستاذ حمدين صباحي خرج وفوض وشد على يد العسكر كل هذه النخب اليسارية هل معقول أن كل هذه النخب أخطأت في تقدير الموقف؟ لم تخطأ في تقدير الموقف هذه الفئات كلها أولا بالنسبة إلى اليسار بصورة عامة لم يكن لديه أي قبول للفكر الإسلامي كل ما تتحدث معهم يقول لك كذولا يستعملوا الله ضدنا وإلى آخره وأخوانة الدولة وكل هذه التعابير اللي سمعناها نعم الأخوان المسلمين هم حركة سياسية عربية سيئة كبقية الحركات السياسية العربية ليست أسوأ من الآخرين هذه الحركة الحركة الناصرية قامت بقتل الأخوان المسلمين الحركة البعثية قامت بقتل الأخوان المسلمين في سوريا هذا العداء المستحكم لهذه الحركات لا يعني أنه أنا أبرئها من أي عمل آخر نعم مارست العنف حاولة اغتيال عبد الناصر وإلى آخر من كل التاريخ الذي نعرفه تمارس العنف كبقية المنظمة ولكن لا يمكن للدولة أن تقرر أن هذا الجزء الكبير من الشعب المصري وما مهم إذا هو 20% أو 70% لا يمكن أن تقرر اليوم اليسار اليسار حركة السياسية أكثر من الموافقة يا أستاذ صباح في دعوة للقتل مباشرة إذا أنت تشاهد وسائل الإعلام المصرية لا أعرف لكن إذا شاهدت ترى دعوة للقتل وللخلاص منه ولن نعيش لوحدنا ونخلص أنا لا أستطيع أن أرى أشوى التفسير المقنع من قبل المتقفين اليساريين أعتقد أن هناك خلل أولا حينما نتهم كل اليسار وكل حركات السياسية بأنها هي التي تقول هذا أعتقد أن في ذلك تجني بدون أدنى شك هي مشاركة بسكوتها مشاركة بعدم احتجاجها مشاركة برفضها لذلك ولكن من يقول ذلك أنا متأكد أن تستطيع إحصاء يمكن مئة شخصية التي تظهر على التلفزيون ووسائل الإعلام هي التي تشتم وتدعو للقتل وتدعو تصور أن هناك من يدعو الأمم المتحدة لوضع حركة الأخوان المسلمين على قائمة المنظمات المساعدة للإرهاب نفس الوقت هؤلاء المجموعة يعترضون على وضع حماس ويعترضون على وضع حزب الله اليوم صد صباح اليوم بالتصريحات نعرف المواقف اليوم جبهة الإنقاد في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة أعلنت وضع كل إمكاناتها وكل قادتها وكل وزنها السياسي مع الجيش في حرب على الإرهاب هذه جبهة الإنقاد أكبر جبهة جمعت كل القوى اليسارية بالتأكيد هذه المواقف هي التي تدعو الجيش إلى قيادة الجيش إلى ممارسة العمل الذي تمارسه لأنه الآن لأول مرة حينما كان هناك حسن مبارك كانت جيش والشرطة تستعمل نفس الأساليب ولكنها لم تكن تحظى بتأييد أحد باستثناء الحزب الحاكم والجميع كان يدرك أن الحزب الحاكم في وقته كان عبارة عن تنظيم يصل الأمر الآن أن العسكر حينما هو يستعملون نفس الأساليب ولكنهم يحظون بدعم الحركات السياسية جبهة الإنقاد بمكوناتها المختلفة وأنا لا أعرف إذا كان هذه الرأي تمثل الغالبية قبل أن نقفز المحور الثاني ألا تخشى جبهة الإنقاد واليسار من عودة العسكر يعني عودة المؤسسة العسكرية لأن الآن وجدنا المحافظين كلهم عسكر وكل الذين تم تعيينهم هم ضباط إما في الجيش أو في المخابرات الحربية لم يتعين أحد سياسي آخر أولا هذه ردة بأوضح ما يكون لما قبل الثورة عاد حكم مبارك الممارسين للعمل السياسي في مصر يعتقدون لا يزالون يعتقدون أن العسكر سيقضي على الأخوان المسلمين وبالتالي تتاح لهم الفرصة وأنا في ظني أن الغالبية العظمى من هذه القيادات وحتى أعضاء هذه الحركات السياسية يدركون يقينا أن أولا العسكر لم يأتي لإعطاءهم الحكم العسكر أعاد الحكم السابق العسكر غير مستعد للاستماع إلى الشخصيات السياسية التي تنادي بالحرية والديمقراطية والانتخابات وإلى خره هذا سيأتي الدور المسألة هي متى يأتي الدور على هؤلاء المجموعة لذلك أعتقد أنهم يراهنون على الحصان الخاسر ويراهنون على مستقبلهم بطريقة خاطئة وهنا أعتقد أيضا لأن أريد أن أكون حسن النية أعتقد أن هذه هي مشكلة قيادات تلك الحركات وليس الحركات نفسها حتى نعود إلى المواقف الأخرى بدأنا موقف الأوروبي والأمريكي ودخلنا مباشرة للوضع الداخلي المصري اليوم نذهب أيضا إلى التصريح الذي يطلقه وزير الخارجية السعودي حيث أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير السعودي الفيصل فور عودته من فرنسا أن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر نقلت الوكالة الرسمية السعودية من أن الفيصل أعلن موقفه بمساعدة مصر في إزاء ما يلوح لها من قبل الدول الغربية وخاصة أمريكا وأن الأمة العربية والإسلامية مجاهزة لتقديم يد العون لمصر في إشارة إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بذلك وعبر وزير الخارجية السعودي عن الأسف الشديد لأن الموقف الدولي تجاه الأحداث الجارية في مصر يتعارض مع مواقفه تجاه الأحداث في سوريا فأين الحرص على حقوق الإنسان وحرمة المذابح التي دمرت سوريا وكيف يمكن أن يستمر العنف والإرهاب في مصر دون إدانة موقف قوي اليوم أطلق وزير الخارجية والأمريكان حلفاء في المنطقة كيف يمكن أن تكون أمريكا تتحفظ وتكون السعودية تدعم وتبارك أولا لغرض فهم هذا أعتقد أن نحن بحاجة أن نمر مرور سريع على السياسة السعودية السعودية في السابق كانت تمارس السياسة عدم التدخل في أي أمر لا تبدي رأيا ولا في الصراع العربي الإسرائيلي ولا في الصراعات العربية ولا تبدي رأيا في شيء ثم بعد ذلك انتقلت إلى فكرة محاولة إعطاء نفسها دور قيادي في الصراعات العربية ولكن السعودية الآن أولا تشعر بالخطر من الثورات العربية هذا رقم واحد رقم اثنين أن السعودية بالنسبة لها العداء التي لديها ضد الأخوان المسلمين هو بعد انتهاء التهديد الناصري والبعثي حينما انتهى ذلك أصبح العداء المستحكم الآن هو بين السعودية والأخوان المسلمين للأخوان المسلمين يمثلون الحركة السياسية الإسلامية الوحيدة في تقديري وفي تقدير السعودين التي تستطيع أن تنافس الدور السعودي في العمل السياسي لأن هذه الحركة أولا لديها فروع في الدول العربية ثانيا لديها على الأقل موقف يبدو أخلاقيا يبدو صحيحا يبدو مناسبا لمزاج الناس ورأيهم في حين أن السعودية موقفها سيء بدرجة كبيرة الآن بالنسبة إلى العلاقة بين أمريكا والسعودية أولا هناك أحيانا العلاقات قد تختلف بريطانيا تختلف مع أمريكا أمريكا تختلف مع الدول الأوروبية السعودية تختلف مع أمريكا في هذا المجال وتوجه الانتقادات هذا لا يزعج أمريكا شيء أمريكا تعلم يقينا أولا أن السعودية تتحدث دائما وهذه ليست المرة الأولى في الثورات التي صارت في الحروب العربية الإسرائيلية وفي الاحتلال العراق والكويت وكل هذه السعودية تعد ثم لا تفي بشيء والمصريين يعلمون ذلك أكثر من غيرهم ولكن في هذه المرحلة هناك حرب إعلامية ما يجري في مصر مع شديد الأسف عشرات الألوف من الناس يموتون ولكن ما يمارس حاليا هو عبارة عن حملة إعلامية من الكذب من كل الجهات بكل الاتجاهات السعودية الآن تريد أن تعطي هذا الانطباع السعودية الآن تريد أن تدعم الثورة لكن بنفس الوقت هي تعارض الثورة في سوريا يعني هذا الازدواجية في المواقف التي تقوم فيها طيب شو المخاطر يعني السلطة؟ ما بدأت قلت أنه في مخاطر يعني ما هي المخاطر التي رأتها المملكة العربية السعودية قائمة على مصالحها وبالتالي استرعى أن تتدخل بهذا بهذا القوة يعني هذا التدخل يؤدي في تقديري إلى أن الوضع في داخل مصر سيكون وضعا سيء أن يكاد يقرب حرب أهلية أو صراعات كبيرة جدا هذا هو التهديد الذي تريد أن ترسله السعودية لمن يفكر في الثورة في الجزيرة العربية أنه والله يترى إذا يعني الآن الفرد السعودي العادي سواء كان بالجيش ولا في أي مكان الذي يفكر في موضوع التغييرات إذا نظر يقول لك يا أخي إيش هالتغييرات شوفوا ليبيا شو اللي صار فيها شوفوا مصر صار فيها شوفوا سوريا اللي صار فيها خلونا على آل سعود أحسن لنا هذه هي الرسالة أي أن المملكة العربية السعودية والقيادة السعودية لا يهمها الثمن الذي يدفعه لا المصر ولا العرب ولا المسلمين بقدر ما يهمها المصلحة السعودية بالدرجة الأولى طب وقت يعني في السنة التي كان فيها مرسي في الحكوم يعني ما هي المخاطر التي كانت دولة مصر مستقرة رغم يعني الاختلاف السياسي والعزلة هنا يعني خلال هذه السنة أو هذه التجربة ما الذي أزعج سعودية منها بالضبط هو هذا الخطر لأنه فجأة صار في مصر حكم لديه موقف على الأقل ينسجم مع المواقف العربية ظاهريا على الأقل الإخوان المسلمين ومرسي حكمتهية لدمرت الأنفاق لكن كانت هناك انفتاح على القضايا العامة يعني أيضا كانوا يمارسوا العمل السياسي تحدثوا مع أمريكا تحدثوا مع صندوق النقد أغلقوا الحجود مع غزة ولكنهم فتحوا مجالات كانت هناك ممارسة بصورة عامة لها خط واضح أخلاقي على الأقل هذا هو الخطر الذي تمثله دولة بحجم مصر على السعودية في السابق حينما تقارن السعودية بحسن مبارك أو زين العابدين من علي أو صدام حسين أو إيجاء أخرى الناس يقولك لا أو السعودية النظام حسين حينما يأتي حكم في مصر الذي هو لديه موقف أخلاقي وجاء بانتخابات ويبدو أنه يسير في الأمور هذا هو الخطر الذي تراه أصدره أذكر صباح إغلاق الأنفاق تم ولكن أثناء حرب غزة كانت في مصر وقفت وقفة جيدة مع قطاع غزة الآن ومن ثم أيضا العسكر الآن يشنوا حرب إعلامية رهيبة على غزة ويريدوا أن تدخل الطائرات المصرية لا يا أخي الآن الآن الحكم ليس موقفة ليس ذات حماس موقف مصر وسائل الإعلام المصرية تتحدث عن الفلسطينيين الذين يحرضون على الفلسطينيين وعلى السوريين طيب أنت تقول أنه تم تعهد كما جاء في الخبر بالمليارات التي استذهب لمصر هل فعلا سيتم تعويض هذه المعونة الأمريكية وسينعم الشعب المصري بالاستقرار وبيئة الراحة وبدل أن يذهبوا إلى دول الخليج ليعملوا ستأتي الريالات والدراهم إليهم في القاهرة والله يا أخي هذا جزء من الحملة التشويه إذا تذكر في مطلع الانقلاب السعودية والكويت والبحرين والإمارات لا أعرف البحرين لا أعلم أعلنوا بلايين لا أعلم 12 بليون من هنا أو 5 بليون من هنا الفكرة كانت والمصريين بدأوا النظام بدأ يحتفل أن العملة المصرية قد استقرت وأن سوق الأسواق المالية قد ارتفع وتسألت مع بعض الإخوان المصريين لأنه هذول الملايين من الناس اللي في مصر اللي ما عنده كهرباء وما عنده ماء وما عنده وظيفة والطرق مسكرة شو هذه البلايين كيف لح توصل يعني شو لح يطل كل أحد صر من المال خذ روح اشتري بها وظيفة هذا الحديث عن هذه البلايين يعني حتى إذا أخذنا البليون والستمائة ألف التي تعطيها أمريكا إلى مصر والله العظيم لا يصل إلى مصر أكثر من أربعمائة أو خمسمائة مليون وهذه فقط عبارة عن معدات عسكرية أي أن الشعب المصري لا يستفيد ولا شيء منه لكن الضباط المصريين يرحون إفادات ودورات وإلى آخرين الشعب المصري لا يستفيد من هذا هذا الحديث عنه أما أن تحرك الاقتصاد المصري تحرك الاقتصاد ليس موضوع أنك تأخذ هذا يعطيك بلايين وهذا يعطيك وكيف لا توزعها للناس الاقتصاد يجب تحريك الاقتصاد لا يتحرك بهذه السرعة وهذا هو السبب الذي وقف الشعب المصري ضد الثورة الأولى بالنسبة إلى مرسي لأنهم لم يشهدوا شيئا بعد مرور سنة جميعنا نعلم الأسباب من قطع الكهرباء والوقود والغذاء وإلى آخرين لكن في نهاية الأمر الناس لم ترى شيئا على المستوى الفردي هذه البلايين التي يتحدثون عنها حتى لم تعطى بالمناسبة يعني حتى ما وعد لم يعطى شيء عبارة عن مناقلة حسابية البنك المركزي المصري استلم ثلاثة بلايين دولار سمع لان مواقع تعهد رسمي بأنه بدل المليارين ستأتي المليارات لمصر وستشهد حالها من الاستقرار ولكن يعني الإخوان المسلمين هم الذين يعطلون وصول هذه المليارات شوف أخي انظر للساحة المصرية اليوم الحكومة هذه الموجودة حاليا تريد أن تري الشعب المصري أن هناك من يؤيدها طيب مين لدي أيدها ألمانيا فرنسا بريطانيا أمريكا مين لدي أيدها فعلى الأقل وبعدين السعودية يعني مع الاحترام أن هذول أهلنا واخوتنا وبلدنا لكن السعودية ليست دولة ذاك يعني لها الوزن بالوضع اللي هي فيه الإمارات العربية فرحانين بهذا مدير الشرطة العام ما لهم ما عرف شو اسمه الرجل هذا بالنسبة لهم الحكومة يجب أن تظهر أن هناك دعم من أخواننا في المملكة العربية السعودية وسيعطونا بلايين والإمارات لح تعطينا بلايين أخرى والكويت أيدتهم والملك عبدالله بالأردن أيضا أيدهم وبعد فأنت لا تستطيع أن تكتفي بأنه حصلنا على تأييد من هذا لذلك تريد أن تضخم هذا التأييد وبالتالي وعدونا بالبلايين وبالتالي سيعوضونا وطز بأوروبا وأمريكا حتى خطاب يعني خطاب وزير الخارجية المصري وحتى الرئيس الوزراء هم محبطين من موقف الأوروبي والأمريكي لكن أليس الموقف الدعم العربي الدعم الخليجي والدعم المالي والدعم من يعني الدورة العربية الكبرى من السعودية أهم لدى مصر من اعترافات العالم من الدول الأوروبية ومن أمريكا لأن هؤلاء لا يوجدون أموال وليس لديهم كاش شوف أخي الدعم العربي الذي يأتي إلى مصر حينما يكون الوضع مستقر في مصر والسواح يذهبون هناك ويأجرون بيوت وشقق ويشترون ويأكلون وإلى آخره كل النفقات التي تصرف في مصر في ذلك الوقت هذا ما يشعر به الفرد المصري على الجانب الآخر الذي هو التمويل الدولي هذا له علاقة بالاقتصاد الاقتصاد تأثيره حينما ينتعش الاقتصاد على مستوى التمويل هذا لكي يصل إلى الفرد يحتاج سنوات لأنه يجب وضع مشاريع استثمارية وكذلك والتشغيل والعمالة والأجور لذلك الحديث عن هذا في هذا الظروف هذا كلام لا معنى له الدولة التي تعاني من عدم وجود الزوار بريطانيا وأوروبا كلها منعت زوارها من ذهاب إلى مصر السعوديين لا يأتون إلى مصر الآن لما عندك قتل وعندك باركيدز وعندك شرطة وجيش وغازات مسيلة للدموع ومظاهرات يومية وإلى آخر من اللي يروح للسياحة كيف يروح في واحد الآن سعودي مستعد يروح يستثمر يبني معمل في مصر في واحد خليجي مستعد يروح يصيف في مصر هذا كلام جزء من عملية التضليل الإعلامي حينما تتحدث بهذه الأرقاب حتى وإن خليني أناقش أنا ضد نفسي وأقول أنا مخطأ فيما قلت حتى إذا أخذنا هذا يا أخي ما قدم وما سيقدم لن يصل لن يحل الإشكال إلا بعد فترة طويلة طيب رح يجع على موضوع الشرعية الشارع وشرعية الانتخابات لكن لمس البعض المن كتب على الفيسبوك بالأمس معقبا على خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما شكر السعودية على هذا الموقف وقال أن هذا أهم تحرك وكان يقال أن هذا الرجل هو عبد الناصر الجديد هل كان نظام عبد الناصر أو كانت الدولة المصرية أيام عبد الناصر على وفاق مع المملكة العربية السعودية يا أخي ذاك دا أقول لك درجة التضليل الإعلامي وصلت إلى درجة لم أشهدها في حياتي أنا رجل كبير بالسن أنا لم أشهد انهيار في طريقة الحديث بهذه الدرجة السعودية والإمارات العربية كانت معادية لجمال عبد الناصر كانت معادية للحركة القومية العربية كانت معادية لثورة مصر يجب أن لا ننسى هي التي دعت لإبقاء مبارك هي التي حاربت الثورة المصرية التي خرج بها المصريين هؤلاء سواء كانوا أخوان مسلمين ولا كانوا ناصرين لا يهم الآن حينما تقوم هاتين الدولتين بدعم نظام الحكم الذي عاد وزراء مبارك هذه هي الانتكاس للثورة هذا هو النكوس عن الثورة هذا هو الرجوع إلى عهد مبارك ليس فقط من قبل الوزراء التسعة والقادة والجنرالات وإنما حتى من المؤيدين من يؤيد يعني ليس العودة لعهد مبارك ومبارك نفسه رح يخرج يعني اليوم توقع محام الرئيس المصري أنه خلال 48 ساعة سيتم إطلاق الرئيس المخلوع مبارك وسيعود إلى منزله هو وأولاده يعني هذا خبر يعني مع الاحترام من هذا الخبر هذا جزء من حملة التضليل يعني أنا لا أعتقد أنه حتى العسكر بكل المواقف مالته يخي أمه ما منزمين يسوون هذا كل اللي يخلون يخلون هذا الرجال يعيش مثل الأوادم بالمستشفى ما يحتاجوا أن يطلعوا ويرجعوا حاكم ورئيس شوه يا مان الحاكم يروعه على البيت ولا حتى يروعه على البيت وشو ببيتها يعني البيت راح حرقوا وخذوا قصر الجمهوري وقعدوا به العسكر ومعنوش يسوه خليه يا أخي بهذا المنتجع السياحي وخليه متونس عليش يرجعوا اليوم من النكات يقولوا أنه فاور سماعة الرئيس المواقف عدلي منصور هذا الخبر استقال وأطلق حملة آسف يا ريس وما كانش أنا ما كانش هذه نصيحة كان هذا رأيي الفريق السيسي على كل حال أريد أن أذهب إلى شرعية يعني يثار الآن أستاذ صباح وأنت حقوقي أيضا ومحامي موضوع شرعية الشارع في مقابل شرعية الانتخابات وكثير من أسادة العلوم السياسية تحدثوا أن الشارع هو الذي يعطي الشرعية وهو الذي ينزعها وفي 30 يونيو الملايين بين قسين حسب يعني القام لا ندري لكن الملايين الذين خرجوا نزعوا شرعية الصناديق يعني أولا من حيث المبدأ بالتأكيد أن الشعوب هي سيدة نفسها وبالتالي حينما تقوم ثورات فالثورات هي سيدة الموقف خصوصا إذا كان الحاكم لم يأتي بالطريقة الشرعية أو الرسمية أو الديمقراطية يعني حينما يكون هناك انقلاب عسكري أن يجري انقلاب عسكري على انقلاب عسكري أو كان مثلا الثورة الروسية مثلما الآن مع اتحاد المحامين الديمقراطيين الدوليين نحن نبحث في هذا الموضوع لأن زملائنا المحامين المصريين يقولون هذا ليس انقلاب فنحن نبحث فأحد من الزملاء يقول أنه على هذا الأساس تصبح الثورة البلشفية غير شرعية ثورة التحاد السوفيتي وغيرها هذا الكلام كلام نظري هذا أولا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هل كانت هناك حكومة شرعية في مصر قبل الانقلاب العسكري أي هل أن هذه الحكومة التي كانت موجودة حكومة مرسي بغض النظر حتى لو كانت أسوأ حكومة في تاريخ مصر هذه الحكومة لم ينتخبها الأمريكان ولا الروس ولا بقية العرب انتخبها الشعب المصري ولن أدخل في لعبة الأرقام أنه سبعين بالمئة ولا ستين بالمئة الجميع بدون استثناء في داخل مصر وفي خارج مصر خمس مراحل انتخابات قيل عنها أنها كانت انتخابات نزيئة أفرزت حكما شرعيا بين ليلة وضحاها يأتي العسكر ويأخذ هذه القيادة المنتخبة ويضعها في السجن ويستلم السلطة بدعوة أن لديه ثلاثين مليون أو عشرين مليون أو إلى آخر محاولة تصوير أنه ما يسمى بصوت الشارع يعلو على صوت الانتخابات هذا كلام هراء لأنه حينما نجد أن ساحات القاهرة مجتمعة كافة ساحات القاهرة مجتمعة بالمساحة لا توازي مليونين لا تستطيع أن تتحمل واحد ونصف مليون حينما يتحدثون عن عشرين مليون وثلاثين مليون بغض النظر من الذي يتحدث عن ذلك هذا كذب هذا أولا الشيء الثاني حتى لو خرجت هذه الملايين هناك دستور صوت عليه المصريين أنفسهم ووافقوا على الدستور حتى وإن كان فيه أخونا والأشياء الاتهامات التي توجه إلى هذا هذا الدستور رسم الطريق أن هناك انتخابات تجري وهناك الخروج عن هذه يجعل هذا العمل غير مشروع وهذا هو الوصف القانوني للانقلاب الانقلاب وفق المفهوم القانوني والسياسي أنه حينما تكون هناك حكومة منتخبة تحظى بموافقة الشعب ثم يجري إزالتها من قبل مجموعة عسكرية في داخل البلد فهذا هو التعريف للانقلاب هذا اللي جاء مدنيين يعني اللي جاء في رئاسة الحكومة وفي رئاسة الدولة أشخاص مدنيين لا هو وحدة من الأشكالات اللي طبعا لأن الناس الآن ما عندها وقت تتفكروا بهذا السيسي أولا أعلن تعليق الدستور هاي أول عملية اللي سواها ثم ضعت ذلك استند إلى الدستور اللي هو علقه عين رئيس المحكمة رئيسا للجمهورية السؤال هو كيف من أين جاء بهذا المفهوم جاء به من الدستور الذي علقه وبالتالي يصبح تعيين الرئيس لا ينسجم مع حتى البيانة اللي صدرها السيسي لأن السيسي ألق الدستور ثم قال استنادا إلى الدستور رئيس المحكمة يصير هو رئيس الدولة وهذا كلام حتى منطقيا غير ممكن تمريره إضافة إلى ذلك لحد الآن الحكومة اللي عينها السيسي هو اللي عين رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية رجع الوزراء أمال حسن مبارك وعينه الله وبالتالي صار الحركات السياسية كلها لا الشباب اللي جميع يتحدث بيهم ولا كفاية ولا الناصريين ولا اليساريين ولا كل القيام لم تستشر فيه شيء كل الذي قام فيه السيسي هو عين هؤلاء الناس وبالتالي هذه يعني موضوع أنه حكومة مدنية هو أنت عمرك كشفت حكومات كلها يلبسون عسكري هيا فقط سارجينت داو في غانا لبس عسكري هو وكم واحد وياه لكن حتى هذولة بالنهاية يجيبون واجهة مدنية حسن مبارك كل الوزراء ماذا كانوا مدنين أو عدد كبير منهم كانوا مدنية سوا حتى حزب حاكم كلها مدين نص القوات الأمن هذه اللي يسموها الآن شي يسموها يسموها البلطجية أو كذا هذه الدولة فيها أكبر عدد من قوى الأمن المدنية الشرطة المدنية اللي هم أشخاص لابسين مدني لكن هم يمارسون هذا العمل في مصر مشاركة العسكر والشرطة والأمن في الانتخابات أو العسكر يعني إعطاء الأسكريين الحق في الانتخاب وبالتالي إذا ما نزل سيد السيسي سيجد قاعدة انتخابية جاهزة يعني دعاية انتخابية بعدين من الناحية القانونية الحكومة هذه أولا أول ما جاءت بغض النظر حتى لو كانت حكومة شرعية أغلقت وسائل الإعلام قيدت حرية الصحافة قيدت حرية التعبير استعملت أوقفت الناس وقتلتهم بدون وجه حق أكثر من ذلك الآن يطلع علينا الحكومة مش فاكر الآن رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية يقول يجب عدم تدويل القضية المصرية يجب أن يدرك أن انتهاكات حقوق الإنسان وهي قتل المدنيين العزل هو انتهاك لأحكام القانون الدولي هي ليست مسألة نقلها للدول الأخرى هذا خلال الموضوع الأخير الذي نتحدث عنه قبل أن نختم في حتى اليوم قال حقوقيون مصريون أن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة مطالبين بلجنة تحقيق دولية وليست مصرية في ظل غياب منظومة العدالة أوضح هؤلاء الحقوقيون خلال مؤتمر لمنظمات مصرية في مؤتمر صحفي في مصر أن هناك عمليات قتل ممنهج وأضافوا أن الأهالي رفضوا السلام الجثث من قبل مشرحة زنهم قبل تحقيق حول هذا الموضوع طالبوا بتحقيق دولي وبنظمات أممية وبنظمات مستقلة للشروع في الاطلاع على هذا الوضع هذا المحور بدأت فيه أستاذ صباح اللي هو عدد من المنظمات الحقوقية تطالب برجان دولية للتحقيق في الطرف الآخر يرد أن هذا استدعاء للخارج وتدويل للقضاء بينما يوجد قضاء مصري له سيادة أنتك القانون كيف تردع هذا؟ أولا كل زملاء المصريين اللي هم ضد الأخوان المسلمين كانوا يطالبون بانتخابات نزيهة تجري تحت إشراف دولي هم اللي كانوا يطالبون لأنه يشكون في الآخرين الآن السلطات المصرية هي التي تقتل وهي التي تحتفظ بالجثث وهي التي تصدر شهادة الوفاة وهي التي تسمح للناس بأن يقوموا بعمل أو لا تسمح به وبالتالي لا يمكن الوثوق بهذه الناحية لذلك يجب أن تكون هناك جهات مستقلة السؤال في الحقيقة هو هل هذا ممكن أم لا؟ أنا أعتقد مع شديد الأسف أن ذلك لن يكون ممكنا لأن حينما جاءت القيادات الأمريكية والأوروبية لا أتحدث عن منظمات حقوقية مستقلة أو شيء القيادات الأمريكية والأوروبية حينما ذهبت إلى كاثي أشتاون ووزير الخارجية الأمريكي إلى آخر بدأوا من الحكومة المصرية لم يسمحوا لهم بمقابلة من يشكون من الظلم وبالتالي حينما تريد أن تحقق أول شيء الذي يجب أن تتاح لك فرصة أن تلتقي بمن يدعي قد يكون كذب قد يكون كير صحيح أنك تعطى الفرصة لكي تلتقي بالشخص الذي يشكو من التعدي على حقه حتى هؤلاء الذين الحكومة المصرية أو الجيش المصري هو الذي طلب بقدومهم حينما طالبوا بذقائهم خلوهم يلاقون بعض الناس بس مش الآخرين وفي نهاية الأمر لذلك الأوروبيين والأمريكان خرجوا لأنهم لم يجدوا استجابة إطلاقا لأي مفهوم من المفاهيم التي قدموها إلى العسكر قالوا لهم يعني على الأقل أولا تقبلون فكرة أنه المشاركة قالوا نعم نحن نريد المشاركة طيب يا أخي المشاركة تقتضي اللقاء والحديث مع الناس طيب إذا أنت حق الإنسان بالسجن كيف تدفع وضوية يعني أنت يا أما تطلع للناس يا أما أنت مش عايز تدفع قالوا لا لذلك تقرأ البيانات المصرية كلها تتحدث عن المشاركة الكلية وكذا لكن في نفس الوقت وسائل الإعلام تحرض ضد المجموعة من المصريين على انتماؤهم السياسي تصور أن وصلنا إلى مرحلة أن دولة وسائل إعلامها الرسمية وحتى الأجهزة الرسمية فيها تتحدث عن أن من لديه فكر سياسي معين بعبارة أخرى الأخوان المسلمين فهو إرهابي يعني يعني هذه درجة حتى في ألمانيا النازية حينما قامت بقتل اليهود وجدت لهم حجج أنه كانوا يؤثرون على الاقتصاد الألماني لم تقم بمعاقبتهم لكونهم يؤمنون بذلك حتى الأنظمة المختلفة إسرائيل الآن لا تقم باعتقال الفلسطينيين على أساس أنهم باستثناء أنه وضعت حماس كجهة إرهابية وبالتالي أي واحد ينتمي الجهة إرهابية صار مجرم يوم في تلت تهم في تهم الرئيس مرسي التخابر مع حماس تهم الآن يحاكم عليها وأيضا قيل أنه تم إعداد تهم للدكتور البرادعي خارجية مع أنه كان أبناء برئيس الوزراء للعلاقات الدولية والله يا أخي أنا كمحامي بأمانة أشعر بمنتهى الأحباط لأن القضاء المصري والقانون المصري ورجال القانون المصريين هم الناس الذين درسنا عليهم القانون هم الناس الذين علمون أصول القضاء والقانون والعدالة والحقوق حينما يصل الأمر باستعمال القضاء بهذه البذاءة أن يقوم القضاء بتوجيه تهم يعني حتى على الظاهر تبدو مفحكة يا أخي كيف أنت تتهم رئيس دولة بأنه تخابر مع دولة أخرى أو مع جهة أخرى أو مع حزب آخر أنا أعرف أنه الرد سيكون عليه لا 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 نحن ما نتكلم أنه لما صار رئيس جمهوري لكن لما هرب من السجن كان بالتنسيق مع حماس كما لو كان أن زملائنا المناظرين الليبراليين في مصر حينما خرجوا في المظاهرات ضد مبارك لم تكن بالتنسيق مع جهات خارجية وهذا غير صحيح كان هناك دعم من قبل الحركات التحرر في العالم كان هناك دعم من اليسار كان هناك دعم من الحركات الوطنية والديمقراطية وأنا أعلم ذلك يقيناً على المستوى الشخصي كيف يمكن الآن توجيه اتهام لشخص كان رئيس دولة أنه تخابر معه أو توطأ معه أو هرب من سجن وهذا توجيه تهمه من قبل القضاء لو طلع وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو أي واحد يقول هذا الكلام يعني إلى حد ما أقول والله هذا حكم عسكر لكن أن يصدر قرار قضائي من هذه قضائية هذا إساءة للقضاء انسى الدولة انسى الآن لأنه في يوم ما مصر ستعود مصر لن تبقى بهذا الوضع طيب في محور يعني تجري أو تقوم أو تعد عدد من الموضمات الحقوقية ملف لمحاكمة المسؤولة عن مجزرتين رابعة ونهضة بتهمة الجرائم ضد الإنسانية ويريدوا أن يصلوا إلى الجنائية الدولية هل من طريق للوصول لهذا الهدف طبعا هناك إمكانية لفعل هذا ولكن أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية دورا في ذلك أم لا هذا موضوع آخر لكن هناك عدة طرق مختلفة هناك أولا الاختصاص الدولي للقضاء الوطني يعني ما جرى في مصر الآن وهو عبارة عن قتل القوات العسكرية لمدنيين عزل رأينا ذلك بالتلفزيونات هناك مدرعات تطلقوا جنود يطلقون الناس على الرصاص على المدنيين هناك الأعداد الكبيرة من القتلى بغض النظر إذا كان الأخوان المسلمين عدهم أسلحة في نهاية الأمر حينما يقتل ألوف مقابل عشرات كلهم مهمين حتى العشرات أهم يمكن من الآخرين ولكن في نهاية الأمر تدل على أين كان نقاط استعمال القوة الدولة استعملت قوة غير مبررة ضد المدنيين وهذه إحدى جرائن ضد الإنسانية والجرائن ضد الإنسانية ترتكب في حالتين ترتكب في حالة الحرب وبالتالي تصبح جريمة حرب وترتكب في حالة السلم وتبقى جريمة ضد الإنسانية ما قامت به السلطات المصرية وفق التعريفات المعتادة هي جرائم ضد الإنسانية الجرائم ضد الإنسانية يمكن مقاضاتها على الأقل على ثلاثة مستويات أولا على المستوى الداخلي ثانيا على المستوى الدولي وفق الإختصاص الدولي للقضاء الوطني وثالثا على المستوى الدولي وفق أحكام القانون الدولي خصوصا أمام محكمة الجنايات الدولية وتعتبر أخيرا صباح الفيديوهات أو البث المباشر أو المواد الفيلمية تعتبر أدلة في القضاء الدولي؟ بدون أدنى شك الأدلة الجنائية وهذا حتى إذا ننسى الجانب السياسي الأدلة الجنائية هي كل الأدلة شهادات الشهود الصور التلفزيونات الفيديوهات ويضاف إلى ذلك الأشياء الأخرى حينما تظهر القنوات المصرية فيديو فيه مجموعة رافعين عالم معرف الدولة الإسلامية أو القاعدة أو معرف إيش وتقول أن هذا هو الإخوان المسلمين الذين يقومون به هذا من الواضح هذه عملية فبركة للتأثير عن رأي العام العالمي أنه خذ بالكم ترى إذا تأخذون موقف ضد القوات المصرية لح تجيكم القاعدة تحكم مصر هذا دليل بالتلفزيون وبالصورة ولكن هذا الدليل يخضع للمناقشة هناك مصر هي الدولة التي تنتج أفلام من العشرينات لحد الآن التي تظهر لنا أفلام كنا نعتقد كلتنا أنها حقيقة ولكنها في الحقيقة هي عبارة عن تصوير وأفلام وخدع تلفزيونية ولا بأس من ذلك من يستطيع أن يفعل ذلك في كل الأمور الأخرى ليس بعينا عليه أن يفعل ما فعله شكرا جزيلا لك سيد صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وفاصل قصير مشاهدي الكرام نتابع بعده هذه التغطية المسائية للتطورات في مصر كرم الأمرا تفضلوا بعده بالبقاء معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك